الحسابات المالية التركية تتنفس السعداء فبعد تعرضها لانتكاسة ألقت بظلالها السلبية على سعر الليرة ها هي المعطيات تأخذ منحا آخر مع حصول تحسن مفاجئ على صعيد صافيا الاحتياطات النقدية الأجنبية والتي قفزت إلى أهل مستوى لها منذ مطع العام البلد الذي اختار مخالفة طيار رفع معدلات الفائدة في العالم والذي كان أيضا في طليعة المتضررين من تدعية الحرب الروسية في أوكرانيا عانت عملته ومواطنوه بشدة خلال هذا العام فقد خسرت الليرة 70% من قيمتها كما تسلق التضخم والسنوي إلى نحو 85% فلم يعد بمقدور كثيرين تأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل موجة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات لكن معطيات طفت إلى السطح من شأنها تغيير هذا الواقع إذ قفزت قيمة صافح طياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بسابقه بـ 3 مليارات و 600 مليون دولار متجاوزة حاجزة 23 ملياراً قيم مرشحة لمزيد من النمو فقد تزامنت مع إعلان وزير المالي السعودي محمد الجدعان قرب إيداع بلاده 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي هذا إلى جانبي توجه قطر إلى تمويل أنقرة بضعف هذا المبلغ على هيئة سنادات أو أنماط مختلفة من الاستثمار المعطاية الإيجابية الجديدة لم تنعكس إلى الآن على سعر العملة التركية المستقرة عند 18 ليرة و 60 قرشاً أمام الدولار لكنها ستمكن أنقرة من تحسين تصنيفها الاهتماني وبالتالي خفض كلفة تعاملاتها المالية والتجارية الخارجية بما يأعود بالنفع غير المباشر على المواطن التركي مواطن شهد خلال وقت قصير تقلبات عالمية وإقليمية جيوسياسية ووبائية وبيئية واقتصادية خيرت سائر مظاهر الحياة التي اعتدى عليها